قالوا من شوية ومحطات الاهل الشر قالوا انه محدش هيقدر في مصر يواجه ابناء الحضوة ابناء الكبار ليه اختصبوا بنت غصبا عنها في فندق في ارمونت وطبعا لايمكن القضاء يواجه لانه الدولة المصرية بتعامل باكتر من كيل كلام ده تقال وهمسة الناس تقولك يا عم حد هيقدر يعمل لهم حاجة يا عم ده الناس وصلين يا سيدي ده ابن فلان رجل الاعمال العظيم يا عم ده الراجل ده عنده مليارات يا عم ده هيدفعه كذا يا عم هقدروا يجيبه المحامل الكبار ولما نلاقي النيابة العامة مع وزارة الداخلية والتحريات تجيب الناس ويتم اصدار بيان بالقبض عليهم ويترقب وصول الناس اللي برة والانتربول يتحرك عشان يجيب العيال اللي برة ويتقابض على الناس اللي هنا ويتفتح التحريات وتطلع التحريات بتفاصيل مش عارف اسمها ايه مش لقي لفظي ساعدني على ان انا اوصف العمليات في لفظ اخطر قضية اخلاقية منذ التسعينات منذ قضية تفجرت فاكرين قضية لوسي ارتن من زمن وشغلت الرأي العام وكانت منهكة وكانت فاصلة سياسيا ايضا قضية كبيرة واسماء كبيرة اطاحت باسماء في تسعينات هذه القضية سوف تكون ايضا عندما تكتامل والنيابة العامة حريصة النيابة العامة والله عاملة زي فيه شمعة بتحوط عليها عشان تستمر عشان تكمل التحريات مع الاجهزة المعنية والتحقيقات واحنا بنشكر النيابة العامة وبندعم بكل ما اتينا الحفاظ على السرية والى اخره لانه النائب العام والنيابة العامة لا نهج نهج الحفاظ على الاسرة نهج الحفاظ على المجتمع نهج تطهير المجتمع نهج اعادة وضع الثوابت في المجتمع اعادة الاولويات ترتيب الاولويات النائب العامة بتقوم بجهد خارق تربوي وأخلاقي أنا أراقبه وأتابعه منذ البيان الأول للنائب العامة المحترم حمر الصاوي عندما تحدث هذه البيانات المتتالية في البنات اللي هم في تيك توك والحاجات دي واللي قبلها الولد اللي قتل زميله في الشبين الكوم وكان دائما أجد أن هناك نداء فيه خيط بيربط كل البيانات الحفاظ على الأسرة الأمن الأسري الأمن المجتمعي الأمن المجتمعي الطبقة المتوسطة عودة الطبقة المتوسطة إعادة خلق الطبقة المتوسطة ما بينتنا يا الله يعني أنا هو بخترع على الناس اللي هم المختصين في القضاء وغيره ممكن بيانات النياب العامة يتعمل فيها كتاب والله يعني ده بنسميه علم الاجتماع السياسي ما عرفش الدكتورة هودا والناس المختصة الدكتورة هودا الزاكرية والناس المختصة نقدر نجيب البيانات تحت النياب العامة ونشوف الخط اللي بيربطها فيه الإصلاح الأسري مضمون هذه البيانات وأنا بقول أنا لو عندي وقت الله يعمل هذا الكلام بكل لأنه فيه رابط تاني يا جماعة الأمن الأسري تعادت بناء غابة الأسرة وما كان لها أن تغيب ولا يجب أن تغيب مجددا أنا باخد باستدعي من كلام الرئيس وباستعير فكرة غابة الدولة ولن تغيب مرة ثانية غابة الأسرة ولن تغيب مرة ثانية النياب العامة بتبني وزارة الرباية التعليم بتبني وزارة التعليم العالي بتبني الأحزاب بتبني وزارة الأوقاف بتبني الأزهر بيبني الرئيس بيتابع كل ده عشان نعيد تأهيل وتشكيل المجتمع مرة أخرى الموضوع بسيط والرئيس بيقول يا جماعة نقاوم هو دور الإعلام إيه هو أنا دور الإعلام أقول لك النهاردة حصل طب ما أنت بتشوف في كل وسائل الإعلام دور الإعلام تخطى الدور التقليدي تاني بقول الإعلام التخليدي لا ما كان له في المنظومة الجديدة الإعلام لابد أن يكون متناولا القضايا والتحديات الحاصلة بأدوات جديدة بقول تاني المجتمع منتظر إعلام توعوي إعلام يوعي إعلام بيرشب إعلام أنا فاكر مرة زمان الرئيس قال الإعلام الرشيد قعدوا ينظروا وقول لك يعني إيه الإعلام الرشيد يعني نسيطر يعني نروح يعني نعمل الإعلام الرشيد فيه رشد في تناول وتداول ومعالجة الموضوعات الإعلام لابد أنه يكون تنويري ينور الناس الإعلام توعوي يواعي الناس الإعلام مش زائق بس عشان ندي مواعز للناس الناس فهمة كل حاجة وعارفة كل حاجة لكن نقعد نقول للناس القضايا إيه القضايا مبصة من فوق ما هو الراجل اللي قاعد في البيت ولا سيد اللي قاعدة في البيت ولا حد بيتابع بيقعد في برنامج ساعة عشان يشوف الدنيا فيه إيه يعرف من باب العلم بالشيء وكمان يعرف القضايا المتفجرة إيه ويعرف الدولة بتعليجها إزاي يعرف التحديات اللي الدولة بتقوم بيها يعرف هو دوره إيه كمواطن طيب هيستفيد إيه كل دي الكلام ده شغل الإعلام الإعلام له دور بيمثل إحدى دعائم الأمن القومي بمفهوم الواسع الراجل اللي شغال في الإعلام الإعلام بمفهوم الواسع صحافة ومواقع وغيره لابد أنه يعرف أنه عنده دور بيمس هذا الدور مقتضيات ومحددات الأمن القوم